اليوم راح اتكلم عن شيء كان لابد يكون في اي بيت من البيوت العربية يداوه فيه سخونة الحرارة يخرج السموم من البدن يدر البول المحتبس ينزلوا فيه سكر اذا كان فيه امراض السكر مش مثلنا اليوم امراض سكرنا اللي هي الجعدة عشبة الجعدة الها ميزات جدا عظيمة لابداننا بتخلصنا مش من الامراض من العلل تعرفوا شو هو العلة اللي موجودة العلة ما يستطيع الطبيب انه يحلها فكانوا فعلا اجدادنا يتخلصوا من العلل والمشاكل الكبيرة المستعصية في هذه النبتة اللي هي اوراق الجعدة اوراقها وعيدانها ايضا كانوا يستخدموها وكانوا يستخدموها كبخور ايضا للحرارة ايضا لكثير من المشاكل